تسعة إنجازات نووية انكشفت عنها إيران خلال فعاليات الذكرى السنوية السادسة عشرة للتكنولوجيا النووية وخلال المراسم التي حضرها رئيس البلاد وعدد من المسؤولين كشفت طهران عن إنجازاتها النووية ومن أبرزها الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعات النووية إلى جانب بناء عينة أولى من ألواح وقود السيليكون لتحل محل وقود مفاعل الأبحاث كما أعلنت طهران تمكنها من بناء نظام بلازمة لعلاج السرطان والتوصل إلى تكنولوجيا إنتاج مسحوق الزاركونيا المستخدم في صناعات مختلفة واعتبر عدد من المراقبين هذا الإصرار الإيراني للاحتفاء بالإنجازات النووية رسالة موجهة إلى الخارج مفادها أن طهران أضحت متحكمة تماما في هذا المجال وإن استخداماتها كما يبدو سلمية بحتة لكن هذه الاحتفالات الإيرانية جاءت متزامنة مع حالة جمود تعيشها المفاوضات الإيرانية مع الغرب بشأن العودة للاتفاق النووي هذا رغم التصريحات المتفائلة التي صدرت خلال الفترة الماضية من أطراف عدة بشأن قرب التوصل للاتفاق لكن الأمور لم تسر كما كان مخططا لها بسبب عقبات بارزة بدأت تظهر في اللحظات الأخيرة تقارير قالت أن إيران متمسكة بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب إلى جانب تقديم ضمنات أمريكية بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق وهي أمور يصعب حسمها سواء على الصعيد الداخلي الأمريكي أو على مستوى حلفاء واشنطن ممن يعترضون على تقديم تنازلات مجانية للإيرانيين ترجمة نانسي قنقر